اتسعت خريطة انتشار فيروس كورونا لتشمل مناطق جديدة من العالم وسط تأكيد من منظمة الصحة العالمية بأنه لا يمكن إيقافه بشكل فوري وإنما يمكن العمل على منع انتشاره وكانت أحداث الدول المتضررة من هذا الفيروس نيوزيلاندا وليتوانيا وروسلبيضاء وجنوب إفريقيا وأذربيجا وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن فيروس كورونا بات منتشرا في تسع واربعين دولة حول العالم بعدد إصابات تجاوز ثمانين ألف من بينها نحو أربعة آلاف إصابة خارج الصين في حين اقترب مجمل الوفيات من الفين وتسعمائة حول العالم منظمة الصحة العالمية بدورها رفعت خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم إلى أعلى مستوى بعد تأكيد ناجيريا تسجيل أول إصابة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وقال مدير عام المنظمة إن الزيادة المستمرة في عدد الحالات الجديدة والدول المتأثرة تبعث بالتأكيد على القلق وفي سياق الإجراءات الاحترازية قررت المملكة العربية السعودية تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى مدينتي مكة والمدينة خشية تفشي فيروس كورونا كما أعلنت البحرين حصرة ومتابعة المسافرين الذين أتوا من إيران ولم يتم اختبارهم فيما تم إغلاق المدارس في لبنان حتى الثامن من مارس القادم الكويت من جانبها أعلنت أنها لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا ونصحت مواطنيها بعدم السفر خارج البلاد ترجمة نانسي قنقر